كريم الزميل عمر الخياط السيد محمد أبو العنين لنا بشكوره وبحييه جدا على كل الكلام الطيب المحترم النهاردة اللي قاله في الاحتفال كان نفسي يبقى موجود معاكو طبعا النهاردة ولكن لأسف كان عند ارتباط عمل مهم يعني احنا عشان برضو البرنامج نبقى على اقل طالعين كده وبنتابع الحاجات شكرا جزيلا تكريم زميلنا عمر الخياط السيد محمد أبو العنين طبعا وطبعا ساذة الهام أبو الفتح والوزير أناس الفقي وزير أناس الفقي طبعا وزير الإعلام الأسبق واللي بيتولى إدارة وتطوير في شبكة صدى البلد وزملنا إسلام عفيفي اللي طبعا طبعا زملائنا اللي كانوا حضرين النهاردة لاحتفال بشكرهم وبحييهم وأيمن ومحمد الفقي وطبعا متحة عادل وأحمد سالم وأحمد مجدي ورشا مجدي دينا رامز كانوا حضرين وأحمد شوير طبعا كانوا حضرين النهاردة الاحتفال وتكريم الزميل المحترم عمر الخياط شكرا عمر نشكرك على فترة وزملنا طبعا أحمد صبر رئيس تحرير موقع صدى البلد وزملنا محمود بكري طبعا طبيعة الحال وكابتن أحمد شوير كل التحية لكل الزملاء كل الناس والتطوير والدعم الكبير جدا نهاردة الأستاذ محمد بن عيني يعني تكلم على أنه صدى البلد وطبعا زي ما حكوا أنه قناة غير خاضعة لتأثير أحد وهدفنا مصر وشعب مصر ويعني أيضا تكلم على الوزير أنس الفقي اللي يتولى هذه المنظومة منظومة التطوير في شبكة صدى البلد داخلينا على منظومة إن شاء الله بإذن الله تليق بمتابعتك وتليق بثقتك بشبكة صدى البلد وموقع صدى البلد لأن الشبكة والموقع هم الاثنين كيان إعلامي محترم جدا موقع صدى البلد كمان من مواقع المحترمة جدا والصاحب التأثير والمصداقية قوي جدا موقع صدى البلد مع شبكة صدى البلد قنوات محترمة هتشوفوا فترة القادمة إن شاء الله تطوير بيقوم به الوزير أنس الفقي طبعا وليه خبرة طويلة جدا ده مجاله وده شغله كان وزير للإعلام عمل تطوير عمل أمور كثيرة جدا فيها تلفزيون مصر وفي الإعلام المصري خلال فترة وجوده إن شاء الله هذه المنظومة بإذن الله بتتعمل بكل بإمكانيات كبيرة جدا هتشوفوا صدى البلد إن شاء الله فترة القادمة في سوبها الجديد شبكة بالكامل تطوير كان بيكلم عليه النهاردة سيد محمد أبو العنين ويعني كل الإشهادة وكل التقدير لكل الناس كل الناس اللي شاركوا وبسهموا إن صدى البلد تكون النهاردة اسم كبير جدا بثقة نحظى بيها شبكة وثقة موجودين في كل مكان الحمد لله والمصدقية والأهم الأهم التأثير والأهم كمان إحنا عارفين جمهورنا عارفين جمهورنا مين هو بنخاطب مين عارفين إحنا ويمكن لسيد أبو العنين النهاردة أكد على هذا الأمر هدفنا الدولة المصرية مساندة كاملة قناة معروف إنها قناة تساند الدولة كانت وما زالت وتستمر مع الشعب المصري حضركوا عارفين هذا الأمر جيدا كل مؤسسات الدولة الوطنية نعم معاها ده منهك صد البلد اللي رسمه هذا الرجل المحترم الوطني اللي هو بيتكلم في هذا كل جلساتنا واجتماعاتنا ولقاءاتنا ما رهوش إلا هذا الأمر نعم الدولة 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 نعم وإحنا مع دولتنا العظيمة لأنك لو تخليت في لحظة عن دولتك أنت مش موجود ولا هيب عندك أي حاجة ولا إعلام ولا تقول لأي حاجة نعم شكرا جزيلا لأزميل عمر الخياط ترجمة نانسي قنقر